ندد سكان بعلبك شرقي لبنان باستهداف إسرائيل بغاراتها مناطق أثرية في مدينتهم وذلك بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية أحد الأسوار يعود إلى الحقب الرومانية ما أدى إلى انهياره قرب قلعة بعلبك المصنفة على لائحة التراث العالمية هذا مؤشر أنه لازم تتحرك الجهات الدولية لأنه إذا بلشت المناطق الأسرية تنضرب التراث العالمي في خطر بلشوا على الساعة الشيء بستة ونص تقريباً سبعة ضربوا أول العلاق فرح في شهداء كون أخوتي هون راحوا عم يشيلوا الشهداء نص ساعة ضربوا لنا البايت راحت الوالدة ومرت خيه وابن خيه ست سنين وبنت خيه سنة وابن خيه التاني سبع سنين هالناس اللي راحت كلها بريئة ما إلى دعوة بأي شيء لا بالأحزاب ولا بحزب الله ولا بإله بحدا يعني لأننا المقاتلين لشيء بشعب مهجر قاعد في هالساكة معاه مائل حدا